تسلمت المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرى مشروع تأهيل صيانة الشبكة الداخلية في حي خمسين شقة بمدينة الغيظة بدعم من سلطة المحلية بالمحافظة وشركة النفط وإشراف من قبل المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة ويشمل المشروع تمديدات خطوط الضغط العالي والمنخفض وتركيب أعمدة ومحولات كهربائية ولوحات حكم وتمديد خطوط جديدة إلى المنازل بشكل منظم وأوضح مدير إدارة التوزيع بالمنطقة عبدالله سعيد جبحون أن المشروع سيساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي وتوزيع الأحمال بشكل منظم داخل الحي وإنهاء معاناة المواطنين في أكثر المربعات التي أجريت فيه إعادة تأهيل الشبكة المتهالكة القديمة في أكثر الأحياء داخل الغيظة وبعض المناطق في المديريات ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي وضعتها قيادة السلطة المحلية وذلك للاستعداد للصيف القادم وحال مشكلة الانقفاءات المتكررة نتيجة الشبكة القديمة